اشتركوا في القناة وحسب الحالة اللي بيمر بيها الرأي. فعلى سبيل المثال البنت العزبال اللي شوف في منامها ان اسد بيطارتها ده بيدل على وجود شخص في حياتها او عدو لها او ظالم ايضا. اما العزبال اللي شوف في منامها اسد وقام بمهاجمتها ونال منها ده بيدل على تعرض الفتاة المشكلة كبيرة ومش هتستطيع الخروج منها او حالها. لكن لما شوف الفتاة العزبال في منامها ان اسد بيهاجمها ولكن هربت منه سريعا ده بيدل على زوار الهموم والمشاكل ويعني التخلص من الكافة العقابات والمحنة اللي بتمر بيها ايا كانت. ان قام الاسد في المنام بجرح العزباء او اصابتها ده دليل على تعرضها للضرر والاسة اه والازة من اقرب الاشخاص اليها. ولما تشوف الفتاة العزبال في منامها ان اسد اه وقامت بمواجده وعزيمته وده بيدل على قدرتها في حل المشاكل وضغوط الحياة ووصلها لاي شيء هي بتتمنىها ايا كان. اما بالنسبة لرؤية الاسد في المنام بالنسبة للمتزوجة اه ربما ده بيكون سبب قلقها الزائد على اولادها وزوجها. وقد تكون رؤية المتزوجة في منامها ان هي بتهرب من اسد. ده بيشير لان هناك شخص في حيات الزوجة بيحاول ان هو يفسد حياتها ويسبب لها مشاكل كتير. اه رؤية الاسد في المنام المتزوجة ربما دليل على زيادة الرزق وتحسن حالتها المادية. وده طبعا في حالة انقامة المتزوجة بقتل الاسد بعد الهروب منه. طبعا الحامل اللي شوف منامها ان هي بتهرب من اسد بيعترض اه طريقها ده دليل على ان هي اعتلت زكر وبالتحديد اذا كان الاسد شبل. رؤية الاسد في منام الحامل او المرأة الحامل ده دليل على ان الولادة هتكون بخير وان هي تحافظ على قوتها. كما ايضا رؤية الاشبال في منام الحامل دليل على ان هي بتستطيع تحمل مسئولية المولود وتوفر ليه كافة احتياجتها. بالنسبة للمطلقة اللي تشوف ان هي بتهرب من اسد في المنام وان في اسد بيحاول يهاجمها لكن هي عربت منه ده دليل على تخلصة من كافة المشاكل والهموم اللي بتقف في طريقها. لكن لما تشوف المطلقة في منامها ان هي بتتجوز من الاسد ده دليل على ان حياتها القادمة هتكون سعيدة باسن الله. هروب الاسد في المنام المطلقة ده دليل على ان هناك رزق وفير قادم اليها وبالتحديد اللم لو قامت المطلقة دي بقاتل آآ الاسد آآ بعد الهروب منه بسبب شرسته. الهروب من الاسد في المنام الرجل آآ ده بيشيل تعرضه لمشاكل كتير في حياته. ورؤية الاسد في في المنام الرجل ده دليل على تعرض الشخص الظلم كبير. وقد آآ تم الاستلاق على حقوقه. لكن لما يشوف الرجل ان هو آآ آآ هاجمه اسد في المنام ويتغلب عليه وقتله ده دليل على التغلب على الصعبات الصعب والازمات اللي بيمر آآ بيها الرأي. فعامة رؤية الهروب من اسد في المنام ده دليل على التغلب على شخص آآ على اشخاص من اعداءه وتخطي كافة العقابات والمشاكل آآ ايا كانت. لكن لما يشوف الشخص في منام ان اسد داخل منزله ده دليل على قدوم اخبار غير صارة ربما يتعرض رأي الازمة او ازمة في حياته. رؤية الاسد في المنام داخل المنزل دليل على وجود شخص مريض داخل المنزل. ورؤية الاسد في المنام قد تشير لطول العمر او تمتع الرأي بصحة جيدة. لكن ان شاف الشخص في منامه آآ ان هو بيتناول لحم الاسد ده دليل على نجاح الشخص في العمل وحصوله على مناصب كبيرة. قد يرمز الاسد آآ في المنام لانه هناك عديد من الاعداء المتربصين آآ بيه. ولما تشوف السيدة في منام ان اسد بي بيشير الى انه هناك شخص متربص لها وتعرضها الكثير من المشاكل والحقبات. احباب الله ربنا ابشركم بكل خير. اتمنى لو اي حد منكم شاف رؤية او حلم متعلق بالاسد. ياريت يكتبها النا اسفل الفيديو واحنا مفصلها لكم فاصل الوقت. ما تنسو استشاركوا في القناة وتفعلوا الجرسة عشان قادركم متشارك برقدر منكم من الناس. وإلى اللقاء في السلام عليكم ورحمة الله